بطل النسخة الماضية مالمو استعاد توازنه بعد أن حقق الفوز على جوتنبرغ بهدف يتيم في مواجهة شهدت مشاركة لعبي جوتنبرغ العراقيين أمير العماري وكيفين يعقوب إذن مالمو يعود إلى الطريق الصحيح بعد تعادل في الجولة الماضية ما هذا التباين بالنتائج لفريق مالمو؟ مالمو رفع راية الانتصار واللسان حاله يقول أنه لا تنظرون إلى مستوى الفريق في الانطلاقة لكن انتظرون في شهر أكتوبر أو نوفمبر ربما سيتمخذ كل هذا الجهد إلى المراكز الحقيقية للفرق التي تستحقها ربما سيكون في الصدارة في ذاك لكنه مالمو فريق خبير بالبطولة لديه الخبر لديه الصدوة لديه شخصية البطل لذلك ممكن أن لا نحكم عليه من خلال الانطلاق المتعثرة لكن بدأ اليوم يفرض نفسه أكثر ويحقق نتاج إيجابي أكثر على رغم من الخسارة لكن هناك خبر مفرح أن أمير العماري وكيفين يعقوب شاركا في المباراة تتوقع أن يكون لهم دور أكبر بالمباراة القادمة لسوء لحظهم وشاركوا في مباراة أمام مالمو وكانت النتيجة بالخسارة عكس ما يجري مع لاعب مهند بالانطلاق الجيدة اللاعبين يعانون بعض الشيء لإقناع المدرب من خلال إشراكهم ستكون النتاج سلبية هذا الشيء يؤثر على مستوىهم وعلى ثقتهم بالنفس وعلى ثقة المدربين فيهم تتوقع أن كيفين يعقوب سيكون فترة طويلة لما شاركوا مع جوتنبرغ سيطلقى عروض قادمة من أندية مختلفة هو أمير العماري الأندية التي تراقب اللاعبين بالتأكيد تراقب المباريات يعني ينتظرون أداء أكثر مستوى أعلى بالإضافة إلى نتائج أفضل أعتقد الوضع الحالي لللاعبين في الفريق لا يؤهلهم للاحتراف أو انتقال إلى مستوى أعلى على عكس مهند إجهاز بالتأكيد هو هذا الفارق أن البيئة الجيدة تجعل من اللاعب أن يؤدي بشكل جيد ودنقله إلى مستوى من مستوى إلى مستوى أعلى نعم